تريزيجي هو بلعب مكانك في التوقيت ده كان هو سبب أعجل برحيلك؟ أه تريزيجي كان لسه طالع وكان لسه ولد صغير وأنا يعني كنت بلعب بشكل أساسي فالكابتن حسين بقدر يحطه في مكاني ومن خلال مباراة الودية في المعسكر فعارف حسيت بالي خلاص السنة هتفضل على طول كده وأنا مش بشارك في المباراة الودية فواضح اللي هو كان يعتمد عليه اعتماد كلي كلمت مع كابت سايد والكابت سايد راح أقل لكابتن حسين فلايت اللي أنا مش في دماغه كان مين أفضل أنت ولد رزيجي في التوقيت؟ رزيجي كان لسه طالع ولد صغير فهو كان عايز يركبه علي كان دايماً بيلعبه وعايز يديله الثقة لسه ولسه عايز يخليه يعارف كان لسه طالع معانا مسافر لسه ما حادش عارفه ولد طالع من ناشئين كنت مستاني اللي كابتن حسين يعني يعملني أحسن من كده أو يتمسك بيه أحسن من كده حتى لو مش هتلاقبني متحسنت تحسس دلوقتي اللي هو ظلمك؟ ظلمني طبعاً وأنا ما كنتش عايز أمشي بالنادي الأهلي بس أنا كان غزباً عني كنت أنا عايز ألعب عشان أنا مش بحب دايماً لأنا بقى موظف يعني أنا ما بحبش دور الموظف فامشيت عشان ألعب روحت الحدود وجبت بهم في الأهلي جي روحت حرص الحدود على طول ومع أول مباراة للنادي الأهلي مع الكابتن حسين بدري ورفت جايب هدفها بس مرضتش احتفل طبعاً عشان النادي الأهلي يعني شفت في كل حاجة حلوة قابلت كابتن حسين من خلال المطش؟ قابلت أو كان واقف قالك حاجة؟ لا خالص وأنت بتقولوش حاجة؟ لا لا خالص خالص لغاية دلوقتي علاقتك وحشة بيه؟ لا خالص مفيش اي حاجة هي كات وجهة نظر وأنا بحترمها وبكنله كل الاحترام طبعاً الكابتن حسين ومفيش اي حاجة خالص دي وكات وجهة نظر بس أنا كانت تعمل ما كانش نفسي اللي أنا مش يعني من النادي الأهلي كان نفسي اللي أنا كامل بس هو لما لقيته اللي أنا مش في دماغه والوضح اللي أنت اسم حسين بالنسبة لك مشكلة ليه يعني؟ كابتن حسين حسين كان مسك الماصري ومرضاش يدومك دي حقيقة كنت أنا عايز أروح السبب اللي أنا كان يعني بعد ما مشيت من النادي الأهلي كنت عايز أروح النادي المصري عشان أكمل مسيرة أبوي الله يرحمه والناس هناك في برسعيد ويمكن أنت كويس أن أنت فتحت الموضوع ده كانوا فاكرين اللي أنا اللي مش عايز ألعب في النادي المصري ولما كنت بسافر برسعيد دايماً الناس كانوا بيبقوا زعلانين من أنت مش عايز تيجي أبوك علامة من علامات نادي المصري طبعاً وأنا كان نفسي اللي أنا أكمل مسيرته وهو كان نفسه في يوم الايام اللي أنا لما أمشي من النادي الأهلي قال بيستشرك النادي المصري لكن لقيت أو بعض الناس هناك يعني عرفت بعد كده اللي كابتن حسام حسن هو اللي رفض اللي هو يضمني أنت دمعتك قريبة؟ لا لا يعني مش على طول يعني مش على طول والدك لما توفى في ناس تخلت عنك؟ لا أفاكت كل الناس كانت معايا وكل الناس كلمتني وفيش أي حاجة بس هي كانت صدمة بالنسبة لي بس وفايته يعني الله يرحم الله يرحم أنت زعلتك كثير؟ عمري عمري ما زعلتك